اشتركوا في القناة هل ستتأثر؟ هل سنتأثر بهذا الاختفاء؟ دعونا نتعرف على الجواب ما الذي سيحدث لو اختفت أنواع الصراصير التي تتراوح أعدادها من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف نوع؟ ماذا لو اختفت فجأة من الأرض؟ الإجابة هي أن النتائج المترطبة على هذا الاختفاء تتجاوز حدود الغرفة المتسخة التي كانت تأوي الصراصير في الواقع فإن الكثير من الطيور والثديات آكلت الحشرات كالجرذان وحتى بعض البشر في بعض المجتمعات تعتمد على الحشرات كمصدر غذاء فهل سيجر اختفاء الصراصير هذه الحيوانات إلى عالم الانقراض؟ لا فهذه الحيوانات لا تعتمد على الصراصير كمصدر وحيد للغذاء لكن مما لا شك فيه أن أعداد هذه الحيوانات ستنخفض وفي المقابل فإن بعض أنواع الدبابير المتخصصة في التطفول على بيوض الصراصير والتي تعتمد عليها بشكل كامل هذه الدبابير ستنقرض على الأغلب وهنا قد يعتبر البعض أن انقراض الدبابير المتطفلة وانخفاض أعداد الجرذان لن يكون ذا تأثير خطير يستدعي هذا النقاش حسنا عدوا على أصابعكم بسبب الانخفاض في العدد والانقراض للكائنين الذين ذكرناهما فإن ذلك سينعكس سلبا على الكائنات التي تتغذى عليهم أمثال القطط سواء المنزلية أو البرية والقيوط وهو ذئب يعيش في أمريكا الشمالية والذئاب ناهيكم عن العديد من الزواحف فضلا عن النصور وهي حيوانات ذات أعداد قليلة هي الأخرى لكن والأهم من ذلك هو أن الصراصير ستؤثر على شيء حيوي أكثر من ذلك كله ألا وهو دورة النيتروجين ما هي هذه الدورة؟ فها نحن ذا نكمل تتغذى الصراصير على المواد العضوية المتحللة والتي تحتجز النيتروجين بداخلها وبفضل فضلات الصراصير العضوية يتم إطلاق هذا النيتروجين الذي سيدخل في التربة ويستعمل بدوره من قبل النبات بعبارة أخرى إذا اختفت الصراصير ستتأثر هذه الدورة وتتضرر صحة الغابات وسيلحق ذلك تأثيرا غير مباشر على كل الكائنات الحية التي تعيش هناك باختصار نحن فعلا نعتمد على فضلات الصراصير العضوية بشكل أو بآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر